هل بالفعل مؤسستنا والبارحة ربما لاحظتم بأنه المغرب لم يدخل في اللائحة العشرة دي الأنظمة التعليمية الإفريقية الإفريقية نظراً للتأخر الكبير الذي يعاني منه منظمة التعليم فكيف يمكن أن نعمل من أجل التربية على القراءة وأيضاً من أجل تشجيع التربية الفنية كلية التربية عندها لسانس حول التربية الفنية ويبدو لي بأنه وأشياء الإخوة المسؤولين في وزارة التعليم يعرفون ذلك بأنه ليكفي أن نقول بالقراءة إن لم يكن أيضاً هذه العملية القرائية مرتبطة برفعات أخرى تتعلق بالتربية الفنية وبشحد الضوق كل ذلك من أجل بناء الدات سوف أبدأ ببعض الأسئلة التي قد يقتضيها العنوان الموضوع لهذا اللقاء ونحن أمام هذا الوضع ما المطلوب منا في الواقع اليوم تقدمه في موضوع القراءة وإحياء الفكر النقدي لأنه العنوان الموضوع هنا إحياء الفكر النقدي هل المطلوب وتشخيص واقع حل القراءة؟ وهذا ما أنا شخصياً أدعو إليه وأدوارها في شكل الوعي النقدي وفي التكوين وفي بناء الدات وفي التقافة وفي المجتمع الآخرين هل منتظر منا بطريقة ما إبرز الأدوار البانية للقراءة؟ في إحياء الوعي النقدي وماذا نقصد بالإحياء؟ هل تميزت فترة ما من فترات تعليمنا وتقافتنا وليس فقط تعليمنا وتقافتنا بكونها كانت نقدية ثم خبت شعلتها وخبت شعلتها للفكر النقدي وعلينا الآن الاستثمار في القراءة من أجل إحياء هذا الفكر النقدي ربما هذا ما يحيبه العنوان أما من نطلب مننا تشريح الخصاص وحدود دور القراءة التي تعاني منه واقع الأسرة والإعلام العمومي ومؤسسات التكوين بكل مستوياتها بما فيها أو بالخصوص في المستويات ذات التخصصات التقنية والعلمية ثم عن أي قراءة نتحدث وما دع إلينا أن نقرأ؟ وكيف نقرأ؟ ومن أجل ماذا نقرأ؟ تم تعرفون بأن هذه السئلة قد نطرحها نحن الذين نتمي إلى هذا الجيل ولكن هالجيل حالي يطرحها بالشكل وبالصياغ التي نطرحها نحن هذا الذي يسمى بالجيل زيد أو يكسع بالله والذي ينزع أكثر إلى ما هو عجيب وإلى ما هو غريب وإلى ما هو مفرح وإلى ما هو عاطفي وإلى ما هو مخيف الآن رواية هذا الشخص الذي استعوذي الذي أتى روايته اسمها الخوف ومدخلهم في عوالي إلى آخره طبعا هل من المنتظر سوف ندخل كثيرا في التفاصيل من اقتراح مداخل أو انفتاحات ممكنة لتجاوز حالة النقص والخصاص والعزوف عن القراءة الآن ليس فقط في المغرب في كثير من البلدان أصبحنا نتحدث عن موت القارئ وحض الوقت كانوا بعض البلدان بحل فرنسا تكلموا عن موت المؤلف الآن كيتحدثوا عن موت القارئ لأن الهاتف طبعا الهاتف كيسمح بقراءات مختلفة ومتنوعة ولكن هناك حديث جدي حول موت القارئ ثم أيضا أشكال الأمية الجديدة كيف يمكن أن نقوم بهذه الفتاحات من أجل هذا الذي يمكن تسميته إحياء الفكر النقدي وخصوصا في زمان أيضا بدأنا نستمع عن غروب عن نهاية أو تراجع النقدي كي لا نقول كلما آخر قد تبدو هذه السئلة عادية أو بديهية لكن عنوان هذا اللقاء يصدعيها في كل الأحوال خصوصا وأن حديث الحديث كل حديث عن القراءة وإحياء الفكر النقدي يخترد بكيفية ما معلنة أو متسترة إعادة صود سؤال ولهذا أنا استحضرت مجموعة من القضايا الوطنية الكبرى أي إنسانين وأي مواطنين نريد تكوينه إذا لم نعرف بعض عناصر الجواب عن هذا السؤال يبدو لي بأنه سنبقى أن نتخبط وفي كل الأحوال لا يسعنا إلا أن نلاحظ بأن هذا الموضوع المناقشة دائرة حوله تحصل في السياق المخصوص يتميز بالمعطيات على الأقل بالمعطيات التالية أولا تدخم خطابي وعضي غالبا حول أهمية القراءة في تكوين وضخط منظومة التعليم بما يلزم من المضامين التقافية ثانيا نقص حاد إن لم يكن مأساوي في اكتساب اللغات عشر إلى ذلك الأستاذ فؤاد قبل قليل واستعمالها سواء في القراءة أو التواصل ولا شك أنه يعرف أثر مني وأن تقرير مجدر المجتمع المعرفة أكثر من عشر سنوات التلاميذ المغاربة دائما في المؤخرة فيما يتعلق بتمكن من اللغات وأيضا في مهارة أخرى هي حل المشكلات المغاربة يبرعون في التكنولوجيا حسب المقاييس التي يضعونها في المجتمع المعرفة ثالثا تخبط سياسي كبير في تنزيل الرؤية الستراتيجية للتعليم 2015-2030 وإفراغها من أهدافها المتمثلة في تحقيق وهذا الشعار الرئيسي للرؤية الستراتيجية من أجل مدرسة الجودة للجميع والارتقاء بالفرض والمجتمع هذا هو الشعار رابعا ما ورد من رفعات في النموذج الاجتماعي الجديد بخصوص المدرسة والتعليم يتعرض بما فيه أدوار القراءة بالتدريج للتأجيل أو إلى الترجمة غير الدقيقة إن لم تكن محرفة لما يمكن أن تكون عليه مكنة القراءة والتربية الفنية من أهمية ودور في شهد الحس النقدي وبناء الدات خامسا وأخيرا سوف أتقل عليكم بهذه الملاحظة النقدي لأنها قد تبدو هي بدورها مزعجة هو ما نعانيهم من أشكال مختلفة من الهدر ومن النسيان وأعطيتكم أمثلة ذي التقرير الخمسينية وذي التروى الإجمالية والآن ما يجري في النموذج حينما أتحدث عن رؤية استراتيجية للتعليم فإنها تحدث من داخليها والسي فؤاد يعرف هذا الأمر وكيف تعرضت هذه الرؤية إلى التفريغ وهو يعرف أيضا بأنني ساهمت في تحرير التقرير حول التعليم الأولي اللي من بعد دخلوه في تسمية الوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي إذن أنا أعتبر بأن فرصة إصلاح التعليم في الرؤية استراتيجية كانت فرصة تاريخية ولكن ما على أسف أن السياسة لعبت دورا كبيرا في التشويشي على هذا الأمر لماذا؟ فقط أريد في هذا السياق الأكتفي بتتكريب من ورده في الفصل الثالث من رؤية استراتيجية الإصلاحية فقط لأنه باش ما ننساوش في الرفع 17 تنص لأن المدرسة حامل للتقافة وناقل لها في الآن نفسه وتطلع بدورها في النقل عبره وتقول المدرس وهنا مسؤولية الجسم التعليمي ومسؤولية الأستاذ وما ندخلش في التفاصيل ثانيا البرامج الدراسية والتكوينات والكتب المدرسية ثالثا برامج تواصل وتتقيف وترفيه المصاحبة والموازي لعملية تربية وتكوين ثم المواد والعنشطة الدراسية لتلمية الضوق الثالثاة أنا مقصود بالنقد أنا في ظني لكي لا نعطي لهذه الفضاة دلالة للسحقها تعرفوا بأنه كلمة كريتيك بالفرنسية النقد أي أنني أؤزم وأنتقد الصن أعمل على تؤزمه من داخله أنتقد مؤسستان وحاول تشخيص تنقضاتها وهفوتها ونقائصها إلى آخرين النقد ليس مفصولا في ظنية عن فعل التفكير والتفكير معناه أولا وقبل كل شيء أن تقدم أن تقوم بهذا التفكير اعتمادا على نفسك هذه مقولة ديكارتية الذين درسوا الفلسفة يعرفونها وطبعا تفكير يحصل بالدرجة أيضا تانية ورئيسية بالاستناد إلى فكري الآخرين من خلال القراءة من خلال بالدرجة الأولى القراءة إذن تفكير كما النقد ليستطيع لأن ثقافتنا السائدة خليوا بعض البؤر الهامشية هنا وهناك ثقافتنا السائدة هي ثقافة أجوبة وليست ثقافة أسئلة وليست ثقافة نقدية وهذا الغياب يوجد في تربيتنا وفي بيوتنا وفي مدارسنا وفي جماعتنا وفي مؤسستنا باستثناءات قليلة نجد بؤر نقدية نجد في كل هذه المؤسسات التي ذكرت بعض الحالات التي تعمل على أو تحرص على أن يكون للتفكير للتشجيع والتحفيز على التفكير وعلى النقد أدوار أساسية انتبهوا إلى أن المفكرين كبار في المغرب لا يعترفون ببعضهم تجد العروي لا يحيل على أحد والجابري حينما ناقش في 72-73 العروي ناقشه من منظور آخر وفي مبعد نساء نساء تماما ولا تجد الاستثناءات قليلة الكبير الخطيب يهتم بالعروي بالإيديو جولي عربية المعاصرة ولكن لا نجد كما نجد في أوساط فكرية ونظرية وتقافية ومعرفية أخرى أنه بالرغم من الخلافات يكون هناك نقاش نظري معرفي أقدم حجة أمام حجة المخالفة لكي نتقدم كلنا من أجل تطوير المعرفة وأيضا كنت نقدم برامج تليفيزيوني من جل التعريف لأنه أنا كنت دوري وسائطي في الواقع في ذلك البرنامج كنت دوري وسائطي وتعريفي من جهودات الباحثين تعريفي من جهودات المتقفين والكتاب لأنني أعرف وأنا مقتنع بأن من يكتب هذا قرار وجودي كبير جدا وعلينا أن نشجعه وندفع به وأن نقدمه بكل الطرق الممكنة حتى ولو كانت لنا ملاحظة نقدية حول ما يعمل بالعكس بأن هذه الملاحظة النقدية مواجبة وضرورية من أجل أن نتقدمها كما قلت قبل قليل إذن في كثير من الأحيان أنه قد يكون النقد مجرد رأي نعبر عنه ويحتاج إلى أريحية في الاستماع لأنه لماذا نخاف من النقد لأنه تعودنا على الإطراء تعودنا على المديح تعودنا على المجاملة تعودنا على قول نعم وفي غالب الأحيان ما لن نضطر إلى أن نسائل أنفسنا وأن نسائل معارفنا وأن نسائل أيضا نماط الحياة التي نعيشها إلى خير سوف ندخل كثيرا في التفاصيل ربما سوف أطيل عليكم الوعي النقدي وربما سأنتهي ب ب ب ب ب بأسئلة ل ل إمانويل كانت وتعرفون بأنه هذه السنة هي مرة لحد الآن 300 سنة على ميلاد إمانويل كانت كانت كنت ترح سئلة تالية يقول فيها ماذا يمكنون أن أعرف تانيا ماذا علي أن أفعل طبعا حينما ترح السؤال ماذا يمكن أن أعرف كتب الكتاب ديالو كريتيك دو رغيزان پور نقض العقل الخاليس وحاول السؤال ماذا علي أن أفعل كتب الكريتيك دو رغيزان پراتيك نقض العقل العمالي ثم ثالثا ما هو مسموح لي أن أترجاه أن آمله أن آمله ثم رابعا ما هو الإنسان ربما سئلة مترابطة يمكن أن أضف إليها سؤال آخر وهو المتعلق بطبيعة وجودية وهو كيف نحيا كيف نحيا لا يمكن تجنب هذه السئلة سواء في الفكر الفلسفي أو غير الفكر الفلسفي وذلك من أجل منحي معنان ما لتفكيرنا ولحياتنا ويبدو لي بأن القراءة من ليست مجرد وسيلة ولكن من الرافعات الكبرى في الوجود بالنسبة للإنسان التي من خلالها يمكن أن يجد بعض الأجوة عن قلقه الوجود سواء فيما يتعلق بطريقة تفكيره أو أيضا في إضاءة بعض تفاصيل حياته تفاصيل 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 تفاصيل